أعظم سلاحاً ينبغي أن يتسلح به الإنسان في هذا الزمان العلم 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 لا سيما علم العقيد والله العظيم إن الناس محتاجون إلى علم العقيدة خاص إلى العلم عام وإلى علم العقيدة خاصة أشد حاجة من الطعام والشراء لا سيما في هذا الزمن التي كثرت فيه الشبهات وتنوعت فيه الشهوات وضعف فيه العلم وكثر موت العلماء فيه وكثرت الرؤوس الجهال فيه فإن الناس والله محتاجون إلى طلب العلم وإلى قراءة الكتب وإلى جرد المطولات وإلى حضور الحلقات أشد من حاجتهم إلى الطعام وإلى الشراب وإلى الوظائف وإلى النكاح بل وإلى الأولاد فينبغي للمسلمين في أي مكان وفي كل زمان أن يحرصوا على العلم لا سيما في هذا الزمن في آخر الزمان فإن الأدلة قد شهدت أنه زمن يرفع فيه العلم فلماذا نتثاقل إلى الآن أن نحضر حلقة نتفقه فيها أو نتعلم فيها فربما تسمع شبهة أو تعرض على قلبك جهوة يضعف بيها إيمانك وتفسد فيها عقيدتك ويتشربها قلبك فتكون سببا لهلاكك وعطبك في الدارين فالعلم العلم 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 وصية لكم العلم اقرأوا إذا ما كنتم تجدون علماء تحلقوا حول العلماء أكثروا سؤال العلماء أكثروا الاتصال على العلماء اقرأوا كتب الفتاوى على الأقل فإنها كتب تصلح لقراءة العوام إذ أن الفتوى غالبا لا يكون فيها كثرة تفاصيل وإنما الحكم بدليله لكن لا ينبغي أن يمر عليك اليوم والأسبوع والشهر بل والسنة لا تستزيد في ذلك علما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يدرون ما صيام ولا صلاة ولا حج ولا صدقة ولا نس ما عاد يدرون عن شيء أبدا ولا يعرفون من الدين أبدا إلا كلمة التوحيد لا إله إلا الله ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويكثر الزنا ويكثر الزنا فالله الله بالعلم يا طلبة العلم تعلموا وتفقهوا واتصلوا بالعلماء وقرأوا وقلبوا بطون الكتب واستمعوا إلى وسائل التواصل اجتماعي التي خصصت بالفوائد وانقلوا هذا العلم لزوجاتكم وأولادكم وجيرانكم وأهلكم حتى يكون العلم منتشرا فإن الأمة لا تزال بخير ما دام العلماء والعلم دائرا فيه يا الله أن تحفظنا وتحفظ أمتنا وتحفظ علماءنا وبلادنا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا